اشتركوا في القناة انت ريال مشغول الله يحظوك قبل ما نبدأ في الحلقة أول شيء ألف ألف مبروك على الفوز أعتقد فست بي وسام الموظف المبتكر موظف المبتكر ها ما شاء الله خبرنا عن الجائزة هاي شو هاي الجائزة كانت دكتور هاي كانت منطمة درامج دبي لتمييز الحكومي أوكي وسبحان الله يعني كان المقابلات وكذا كانت في 2019 أوكي بعد نستور موضوع الكوفيد وتأخرت فمثلا كان لازم مثلا نقول نسوي التقييمات والكذا في ربع ثالث من 2019 كان مفروض أني مثلا نقول على شهر ثلاثة أربعة نزيم وشهر شهر في سنة 2020 يعلن منوم لفائز يوم موضوع الكورونا تأخر دخلنا في خلصت سنة 2020 دخلنا في 2021 يد شهر ثلاثة وأربعة كانت المور مفتوحة وكذا بس بعد كان في تأجيل بعدين أعتقد اللجنة قالت أن بتخليها في أثناء أكسبو طبعا هم يعني هاي لها معايير فيها أشياء وايدة لها علاقة بملف التمييز يعني فيها محاور عن مثلا تمييزك الشخصي تمييزك الوظيفي تمييزك المهني أعمالك الاجتماعية ثقافتك ينظرون لأمبادرات المجتمعية ينظرون لأبعد ممتاز وبعدين طبعا يسوون مع مقابلات كذا أنا يعني بصدقا اللي أنا أعتقد أن أن الناس اللي يترشحوا إياي كان ملف قوي بس أعتقد يمكن أنا كنت محظوظ لأن يمكن أنا كان طبيب وفي وقت الكوفيد فأعتقد يمكن الحظ تساعدني أو خدمتني الظروف هذا دكتور هذا التواضع لا والله عن جدارة صدقا يعني أنا أعتقد أن هذا كان له دور يعني الله يحفظ كلام متأكد عن جدارة وتستاهل تستاهل تكريم سموه بزين دكتور خبرنا عن نفسك خبرنا عن مجالك تخصصك شو اللي درست يعني أنا خلصت الثانوية عادي من ثانوية دبي ما بقول متأشد محظوظ بدأت الثانوية عشر تمام حاولت خلق لكون ميلينيون بس ما يمكن يعني فاضحني الشعر لبيض وكذا شا سمع خرج من ثانوية دبي خرج ثانوية دبي ودخل جامعة الإمارات ودرس كلي الطب وبعدين كان السيستم في هذه الفترة كانت لازم تخدم كم من سنة قبل ما تطلع شو اللي خلاك تختارها المجال شوف يعني لين قبل مثلا نقول يعني مثلا قبل عشرين سنة أو شي كان كان التوب الإليت يا بيتخل الهندسة يا بيتخل طب فمعناك كنت من المتفرقين في الصاف وكذا حتى يبت معدل أعتقد أعلى من الوافدين اللي ويعي في الصاف ما شاء الله عليك ما شاء الله فكنت أحسن مدام أنا أكيد كذا معناته أنا لازم أدخل طب وكذا كنت أدخل طب ما شاء الله منافزت أخواننا العرب ما شاء الله عليك فدخلنا وكان في كل الطب ويعني يعني سبحان الله مشت الأمور يعني هو شوف أنت يعني بشكل وشكل عام يا أما أنت تكون يعني مثلا يعني مثل نزل عليك وحية وكذا وعرفت أنت شو طب وهذا ما يستوي أو أنك أنت مثلا تبتدي في شيئا وتشوف عمرك كأنك أنت مشيت وياه فمثلا من الأجانب يقولون إذا تفعل شيئا أو تفعل ما تفعل يعني أوكي فبعدين بعد فترة لأشفت أنه أوكي آآ هذا ما أحب لأن تعرف يعني بدر أول سنتين ثلاثة في الطب تدرس علوم جافة بمعنى يعني يعني أنك تدرس فيزيا وكيميا تطبيقية وكيميا حيوية وفيزيا حيوية وتشريح ومش عارف إيش وكذا فقد يعني الشخص اللي يكون مدافع أن يدخل الطب بأساس مضوع إنساني وتعامل مرضى وغيره وكذا يمكنك لا يرى الأشياء هذه في أول سنتين وأول ثلاث لأن يكون جافة يعني طبعا الآن نغيره الطريقة التي يدرسون فيها الطب قام يجعلون أنك ترى مرضى من أول يوم وتبدأ تحسن هذا يجب أن أفكر فيها وبالتالي لابد هذه أهمية أدرس الفيزياء وهذه أهمية أدرس وسبحان الله متى ما يكون فيها احتكاك بينك بين البشر تخرج عن الكتب وعن الأمور في أريتكال والنظريات يستباح الموضوع فكان إلى حد ما يعني أن أول سنتين تكون شوية جافة يمكن أننا محظوظين كانوا يدرسون الشيخ النهيان يثبت أن كلية الطب هنا تكون أفضل وكذا فأنا أمريكان وأجانب وكذا وكذا فكانوا يعين يفكر آخر ويجعلونك ترمس ويجعلونك تفكر وكذا فطبعا يعني That was good أيضا خلصنا بعدين خدمنا الفترة كانت الفترة الواحد أعرس فيها وكذا كنت حاول أدور شي ما أقوم فيه كوز لشان أكثر في البيت وكذا which was not the right thing المهم بعدين طبعا رح نسوين شي سمونا المعادلة معادلة تشهادة موانطقة عشان تقدر ترس في نورث أمريكا سوى كان في أمريكا أو في كندا وتقريبا تحدود سبع سنين يعني سبع سنين كنتوني مزود صالي سنة وغتل أول فترة طبعا أصرت بروحين ومعادلة كان أمر السنة أو شي وكذا وبعدين خلاص يعني يت الحرمة ويعني سبع الله عدت وخلاص وبعدين واحد يعني هات كنباك أوكي أوكي فسبع سنوات فترة ومش قليلة يعني شو موقف ما تنسى استوالك كندا هي أن يعني أنا كنت طالع في شهر ست من مستشفى البراحة اللي كان سامنه مستشفى الكويتي يعني كان مستشفى بايزك وما في أشياء وكذا وسرت في شهر سبعة كان شسمة كان في كندا وحطوني في أول قسم قسم مال الأناية المركزة وطبعا تأخذك الرهبة يعني أول يوم هذا يتوق واصل يتوق على طول له أصعب قسم ومستشفى عود وكذا وهذا فأتذكر على شهر عشرة أو يعني بعدها بشهرين نشيت الصبح وتدي تألم أغراضي حتى في الشنطة وكذا فالحرمة قالت لي شو قلت له خلاص أنا ما أعتقد أنني أقدر أكمل يعني خلاص لا تيلس وكذا وهذا قلت له ما قلت له ما أقدر لا أنا قادر أندمج معهم شوف يعني تشوف أفلام أمريكية أو أجنبية أو غير وكذا أو تسافر وتقعد فترة في الصيف كذا هل شيئا وأنك تذهب إلى هناك وأنك تعمل هناك وأنك تعتمد على كل شيء وأنك تظهر أنك تظهر في طريقة كريتكية كيف تفكير كيف تفكير كيف تفكير كيف تفكير أو كيف تفكير أو أنك تفكير يمكن هذا كان جزء لكن فتحسن كريتكية بعدين يعني قعدنا أول فترة تميت شهرين لم أرى الشمس فيها وفي كل يوم مطار 70 يوم فخلاص وصلت حدقة هذا الشيء دكتور لا أحد يعرف أو يعرف مدى صعوبة هذا الشيء إلا اللي يجرب يوم أنك لا ترى الشمس وخاصة نحن طالعين من البلاد ما شاء الله سبحان الله يوم أشوف أنا أذكر نحن يوم سرنا بيرني تمينا في بيرلي يمكن أنا كملت سبعين في هالسبوعين هذه ما طلعت الشمس والله والله تعبت صح جدا متعب نزين أوكي فأنت قلت أنا قلت خلاص أنا ما ما بقعد وكذا وبدأت أتصل أشوف منه بيشتري العفش أندي ومدركة وكذا خلاص سبحان الله يعني الله يجبها الخير أما بالأزيزي يعني قلت لأخذنا بس من قبلين شهر 12 بأتي إجازة كريسماس وكذا بعدين بنزل بتروح بتغيير جو وكذا وسبحان الله يعني كمل ددت خلاص وسبحان الله في كل سنة كنت أروح وأرجع بدا ثلان كنت أرجع على وقت كريسماس هنا وكذا وهذا يكون وأنتي هنا البلاد تكون مش مساولجا ومثل ما الآن في شهر 12 من أحلى ما يمكن ونتم سافر عقبار سبعين ثلاثة وشهر أظن لو رديت شهر 7-8 يمكن وضعه غير انا قمت رد في شهر 7-8 على آخر سنوية خلاصة لأنني كنت مستانس هناك فهذا كان موقف صراحة كان موقف صعب الموقف الصعب الثاني اللي صار HIV والريال توفى ثاني يوم مرة ثانية حصلت يعني أنا كنت عالج واحد كان عنده HIV وأنا قاعد أشرح أنه كان الساعة ثلاثة في الليل لحظة دكتور هالكلام هذا في التسعينات في عز في الألفونات في أول يعني بعد الخوف من HIV في أعلى درجات وفي أقصى وفي أشخاص بعدها تموت وكذا وكانت ساعة ثلاثة في الليل وكنت منه بعد في قسم العناية المركزة وكنت لازم أخذ العينة أو شيء وكذا والنير سما كانت تقدر فأنا سار بعد يعني رلاكس وقل نشوف أول شيء واحد يهتم منه ما يحصل وخزة دبرة من حد عند وكذا وكذا ورمس عن كل شيء كذا وخدت العينة ويوم حطيت لبرة لبرة يعني أنت تضع لبرة واقفة لذلك لأني واحد ويشلة من عندك فأنا حطيت وخلص أسوي كل شيء وأنا عنده خلص ضربت الإبرة هنا فأنا ضربت الإبرة في يدك ضربت الإبرة في دي هنا فأنا العالم كله وقف ما شفت حد جداني أبدا غير أنا والإبرة وبس وتخيلت هلي وتخيلت الريال هذي يلا سيموت عنده وقلت هذا هذا هو هذا يعني أنا بييني وأنا بس مثل هالشخص هذا فكان يعني وهذا ميجر تروما يعني وبعدين تقعد طبعا أنت يعني حتى يعني ما تعرف طبعا يعني رمزت هلي قلت لمستوى كذا وكان دون مش عرف وكذا يعني مثلا ما تباتل اسمع هلك وعيالك تخاف تعاديهم عن هذا ليس صحيح لأن ما يتعاد منك إذا كان أخذ عنك دم أو خذ عنك فلويد وكذا فسبح الله لكن هم هنا مثلا عندهم عندهم يسوي لك سبب لديهم سبب لك لك وكذلك فأخذوا مجردوني وقالوا لي لا تخاف وانا لايك لأن المريض كان مواقب أدوية وانت كنت لابس غلوف وليس يعني هذا فقلت للمينوات أنا كنت أرد البلاد الآن وكان في الصيف عاد وقلت لأنا أرد البلاد وإن أريد أخذ لا أستطيع أفعل أفعل وفعلا رديت البلاد هنا وسترت عمر وفعلا رتحت هذا ونسيت السالفة بعدين مثلا عدت التس مثلا بعد ثري ويكس الحمدل لما أطلع في شي فظلع على أصابك كنت أطول هذه الفتحة كان يوم الثلاث سابيع وبعدين هم هناك مثلا لازم الدكتور هو الذي يتصلك يقول لك فكنت أتصل وقل للدكتور مشغول أو كذا فأتقول أوكي على الريال عرف الخبار وليس يخبرني وليس يخبرني ويجعلها وقل وكذا فالمهم الحمدلله الحمدلله فهذا كان مثلا two major things يعني يعني هذا الموقف الثاني هذا دكتور لا ينسي الحمدلله الحمدلله وما تخصصك دكتور أمراض صدر وحساسية هي السيستم الذي هناك أنت أولا تدرس بطنية عامة بطنية يعني مب البطن لا هي الأمراض الداخلية يسموني هذه البطنية ليست بطن لا بطنية من الأشياء الباطنة عكس الأشياء الظاهرة تمام الأشياء الظاهرة مثلا جراحة وجلد وليس أعرف هذا الأشياء واضحة إذا كان الأشياء الظاهرة الباطنة ليست البطنية فهي الباطنية وليسة البطنية المهم فدرسنا فأخذ عام ثلاثة وبعدين تخصص بعدين تخصصت حصلت قبول أني أدري ما يسمونه حساسية ومناعة وبعدين وأنا هناك القسم الأمراض الصدرية كانوا جيدين وعرضوا علينا أن أضمنهم حطيت اسمي وفبعين سويت التخصص تقريبا أخذت لها سبع سنين من الأشياء ومشاء الله على طار الحساسية دكتور أنا يوم حيني أشوف مثلا عدد الناس الذين يعانون من الحساسية سواء حساسية من أكل حساسية من روايح معينة من حيوانات معينة أحس كان الموضوع زاد في آخر عشرين سنة يعني قبل يوم نحن صغار نادرا ما أسمع عن شخص مثلا والله هذا عنده حساسية من الشيء الفلاني واللي يسمع بعد من اللي أكبر مني سن يقولوا لك الكلام أنه قبل صحبت حصل مثلا والله هذا محسس من المكسرات هذا محسس من القطاو مثلا فهل هذا الشيء يعني يديد ولا كان موجود سابقا بس ما يعرفون عنه النقطة النقطة الأولى أن الناس قامت تعرف يعني مثلا تعرف أن إذا كان اليوم أنا أعطس أو عندي حجز أو كذا أساسا يعني مفهوم الحساسية هذا مفهوم معظم الناس تعرفها والآن كانوا يفكرون فيه بشكل أكثر يعني فصار عندهم مثلا يقولون وعي أكثر أنه والله إذا كان عندي عراء ضمعين قد يكون عندي حساسية بالأكس صار الوعي بزيادة أنا قال من الناس يشكون يدخلون للحساسية في كل شي مثلا واحد يبي وزني ينزل يقول لك مثلا أنا أعرف إذا كان أنا عندي حساسية من الأكل الأكل ما ينحضم أو شيء صح هذا وهذا لا علاقة في موضوع الوزن على فكرة يعني فأول شيء هو الوعي زاد الشيء الثاني بس كحساسية هذا شيء موجود نعم نعم السبب الثاني أنه طبيعة حياتنا يعني سبحان الله الله خلق الجهاز المناعي عساس تفايت أو يحارب مثلا إذا عندك كورونا أو عندك بكتيريا التهاب مش عارف إيش وكذا لك لما أنت تلس في مكان نظيف مثل الدبي مثل أنا أو مثل النمارات أو مثل الدولنا وتأخذ تطعيمات وتأخذ مضادات حيوية وكذا فأنت تقريبا يعني يرس تحصل نفسك بحيث أنه ما تتيك التهابات بكتيرية وكذا ف بال معنى السيمبل الجهاز المناعي يتخبر يقول ماذا أريد أن أفعل حينا دعني أذهب أفعل شيء غير دعني أدخل اليد أفعل حساسية في اليد دعني أذهب إلى الصدر أفعل رب ودعني أدخل الخشم أفعل الآن لأشجار وأشياء فأنت استحدثت تشجير ودخلت النباتات ما كانت موجودة وطبيعة النباتات أن تنقلها من بيئة البيئة مثلا أنت اليوم شوف إذا خطت الخلا من هنا وزرعت في السويد أو في الواتف أردت يعني هناك وكذا بتطلع بس تلاحظ أنه فيها شوتش هذا هذا ما تقول لك أن أنا أصبح أعدائيا لأن قدرت في مكان ليس مكاني فأجب أبدأ أخذ بالي من كل حوالي وغيرت بيئة سبحان الله حتى أنت لاحظ لو رح منطقة باردة وضعوا فيها مثلا في بوتينيك غاردن أو غير وضعوا فيها مثلا أن خلق كذا تحصل أن مثل شوتش فالشاهد أن أن نبات نباتات ما كانت موجودة هنا فأكيد النباتات هذه بتحصلها أن أن صارت عدوانية أكثر بعض الناس ممكن يتقبل ممكن ما يتقبل الحبوب اللقاء أحملها غير الشكل غير فبالتالي ابتدت تطلع حساسيات لأشياء ما كانت موجودة طلعت حساسية الحشيش القراس العادي ما كان موجود طلعت حساسية السمسوم أساسا السمسوم هذا الذي يقرص ممكن يقتل أحد أصلا هذا مهم هذا لم يكن معي أساسا ولكن عندما حصلت الزراعات ويجعل إياب النمل ويجعل هذا موضوع السمسوم هذا مهم أتخلق فيه أتسألك عنه هل نستطيع أن الحساسية ردت فعل الجهاز الهضمي لمؤثر خارجي مثلا بشكل عام ردت فعل الجهاز المنائي لشي هو مش متعود عليه أوكي شو علاقة يعني مثلا هاي معلومة أنا سمعت وباك أنت تقول لي توضح لي من ناحية العلمية هل هذا صح أو لا ضمن كلامك بعد نوع ما ذكرت أنت هالشي هذا يقول لك تعرض مثلا للأطفال لبكتيريا ليلعب بالرمل برع يقول لك يلعب بالرمل ويسير ويركض كرم تبدون عال ويقبض الأشياء يلعب في المزرعة هاي الأمور هاي تزيد من مناعته هل هذا صح؟ صحيح أوكي صحيح فأنت اللي تفضلت فيه أن يوم مثلا ما يتعرض كون نحن نعيش ما شاء الله في دولة النظافة فيها عشرة على عشرة ما في تعرض لأي نوع من البكتيريا ولا كرمت الوصخ ولا غيرها فهذا نوع ما يخلي النظام النظام المناعي عندك يدور شيء يدور شغلة يسويها فيدور يطلع لك على شكر راش يطلع لك على أوكي بالضبط ولذلك أنت تشوف معدل انتشار المراض الحساسية في نص أفريقيا وداخل القارة الهندية في أماكن الفقر تحصل لدي مشكلة مثلا وفيروسات وبكتيريا وديدان ولكن لا يوجد حساسيات الكثير الحساسيات الكثير تطلع في العالم الغربية تطلع في العالم موجودين فيه إضافة لنقطة ثانية الكثير من العوائل لأن هنا قام بستوى عندهم حيوانات يعني اللي اللي طيور وقطوة وتشلب والأشياء ومشكلة الحيوانتها بالذات اللي كن فيها وبر وكذا أنت تتنشق الوبر ما لها من غير ما تحس والوبر ما لها الحيوانات هذه موجود داخل الزولية على الشبرية على الكنبة على الستارة على لبسك وانت تروح لمكان ثاني ف ما تستوي دكتور حين يوم مثلا الوبر هذا الذي تطري أنت يدخل في الخشم ما يستوي ويأثر على الشخص هذا سواء بأحد يعاطس حد حمرار في عين حد كحة شو اللي يستوي بالضبط اللي يستوي أن كنت تتنشق شي مثلا نقول الشعر أو الوبر في النهاية هذه الأجسام كلها عبارة عن بروتينات الجهاز المناعي يتعرف على بروتين في موضوع الكوفيد في النهاية هو بروتين الكوفيد هذا اللي يسوي مشكلة واللقاح على البروتين فهذا الوبر عبارة عن بروتين البروتين الجسم يشوفه الجسم المناعي يشوف يقول لك والله وهيت من هذا ريال يديد يدخل علينا لا نعرف ذكر فلان وفلان وفلان وقفله يلا قوم بنضرب وقوم برسل فهذه الضرابة التي تستويها التي تطلع لك العطاس والحساسية لأن هذا ردة تفعل الجسم عليه فأنت ما تكون متعود عليه لذلك لما نحن نعالج بشي سمونا العلاج المناعي نعطيك الشيء اللي أنت متحسس منه بجرعات مخففة يعني بمعنى واحد يخاف كرمت من الشلب مثلا شخص وعنده فوبيا فأنت تبقى تخلي يحس النعادي فشو أول شيء يترمس عن موضوع الشلب يتميز ويتحسس عقب أن تضع صورة الشلب رسوم رسوم صورة مقربة عقب لعبة الشلب عقب أن تضع صغير مثلا لا لا فنحن بعد أنت تحسس من السمسوم أو من سمسوم أنا أعطيك أحب جرعات مخففة أعطيك مثلا واحد في المليون من البروتين التي نحن نتحدث عقب أخففها مثلا واحد في المية ألف أخففها تماما لماذا أعطيك بالجرع التي تتعرض لها في الطبيعة ويكون الجسم خلاص تتعود عليها لكن لماذا لأن الموضوع خطر لو أنا أعطيتك أكثر من الدوز الممكن أن تحمل الجسم ستستوي نفس الضربة التي خبرتك عليها تعال ولا ما لك فهو يعني صغير زين يزاك الله خير بصراحة المثال الذي أعطيتنا في طريقة التعامل مع مثلا تكون قرصة السمسوم وكيف تعطي دوز أو بكميات قليلة جدا مثلا واحد من ألف أو واحد من مليون إلي ما يوصل بحيث أن يكون جسم يتقبل مثل قرصة السمسوم أو المادة المعينة هاي اللي يأكلها وتكون أمورها طيبة زين متأكد أن في الفترة ما شاء الله هاي اللي أنت فيها في هالمجال هذا في وايد من الخرافات اللي تسمعها من الناس من المرضى اللي يبرونك فشو أبرزها لو تبقى تخبرنا عنها لو سمحت شوف أكثر شي الناس يعني نقول أن الإنسان عدو ما يجهل بالتالي أنت لما يكون عندك شي تقدر تفسره نحن عندنا نيمب والله مثلا إذا أنا ما عرف أفسر شي بقول عليه يا عين يا حساد يا حد مسأول يعني عمل أو شي من القبيل أيضا في موضوع الحساسية في أفكار خاطئ خلني أول نحن نقول نحن يعني الإنسان الحساس مثلا اليوم أنت بدأ رحت الشغل في شخص كل اللي في الشغل ما يدانونه وفي شخص أنت عندك مشكلة وياه طيب هذا الفرق ما بين الشي نحن نسميه الشي اللي هو يثير الجسم وما بين الشخص اللي أنت تكون متحسس منه بمعنى لو اليوم طلعنا كان قالوا لك باتشر في إغبار وآصفة ثرابية ومش عرف إيش وكذا وهذه يعني كلنا نحن بنطلع على الشارع في هذا اليوم بنتحسس يعني أو بدرجات متفاوت بدرجات متفاوت لكن إذا في واحد فينا مر على حديقة مثلا كان فيها زهور وهم يتحسس من الزهور أو مثلا مرة على مكان وقرص السمسوم ولكذا هذا بيتحسس بطريقة مختلفة عن الشخص الثاني مثلا في ناس يقرصهم السمسوم وما يستوي لهم شيء في ناس لا يتم يعطس أو يسوي شيء في ناس الغبار فهذه القضية لهذا مثل الشخص الذي في المكتب لديك الشخص الذي كل الناس تضايج منه لا يحتاج تاريخ لا تبالك تاريخ معه لكي تعرف أن هذا شخص سيء كل الناس يكرهونه لكن الشخص الذي تضارب وما الذي أنت بس في المكتب تكراره هذا أنت بينك وبينه history صح كان فيه كلام في السابق موقف فالجسم بنفس الطريقة لا يتحسس منه والدرب لا يكون فيه exposure وhistory ويأخذ القرصيات من أول مرة ثانية بعد تتحسس منها تعرضت للنبات هذا مرة مرتين ثلاثة قمت تتحسس منه أنا بيقولك على شيء ضحك ياني واحد عند حساسية من الزهور مثل كيف وكذا يعني حساسية شديدة ريال قولي إذا بدأوا التلفزيون شوف صورت الزهور أنا عاطس والله العظيم شوف الأثر النفسي قال يبون زهور مثلا قبل وقت الصلاة ولي بعد الصلاة مسيقة الأذان قال أنا أتم عاطس نزيع ف يعني أنت الشخص هذا هذا صار عنده history صارت لفترة تعرض لها مرة مرتين ثاناته أقب استوى المشكلة فأنت ضيج من الشخص هذا لأنه صار عندك موقف منه بعدين أنت خذ موقف منه على هذه الجزئية دكتور تأكيدا لكلامك أذكر عيالي إياهم الفيروس هذا الذي يتحججون يوم يحفظهم يتحججون يوم أرى وطبعا هذا معروف أنه لا يعادي الكبار بس يكون بين الصغار يوم أرى يتحجج ساعاتين الحجة أنا في نفس المكان وام العيال عندها نفس المشكلة كانت يوم تحجج أحس بالحجة في نفس المكان فالريال لا أرى يوم يعاطس يوم يوم يعاطس لأن أنت تبع تبع يعني حين مثلا نقول هو عشان يعاطس كان يروح الشيء اللي هو يحسس منه عن طريق معين ويوصل لأن يعاطس نفس الطريق هذا يستوى لما بس يشوف ف نفس الشيء نقول لك أن الجسم المهم من الأخطاء الشائعة أن أنا لم أقادر أنزل وزني أكيد عندي حساسية من الأكل هذا خطأ هذا خطأ شاء مثلا اللي ما يقدر يشرب الحليب هذه ليش حساسية هذا جزء كبير منه الكبار ما عندنا الإنزيم اللي يهضم الحليب وهذا استوى أو التطور لأن الإنسان انتقل من الحياة البدوية اللي يقعد على المزارع ويشرب الحليب إلى حياة المدن فبالتدريج استغنى عن الحليب وغيره وبالتالي الجسم لم يقام هذا لأن أنت لا تحتاجه فلما رجعت الأبحاث عن أهمية الحليب وكالسوم 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 يتحسسون وسبحان الله الله خلق المكينة أو المنظومة هذه أن هذا الأنزيم يعمل لفترة معينة من تكبر وكالسوم لا تحتاج الحليب يوغا تلاحظ أن الاكتوز انتلرونس ليس عند الصغار عند الكبار فهذه ليس حساسية في التست يسمونه فود انتولرنس تست تشوف تطلع لك لسته غالي مثلا 3000 وقيمة المية أقل يعني قريبة من السطر لأن يطلع لك أشياء ليس شرط أنت تطلع لك لسته بلون أحمر يقول لك مثلا بيض مشرقات الحليب والناس من الجوكولة أنت تحسس منها لا تاكن منها ولستلونها برتغالية تخفف منها ولستلونها خضرة ما لها ما لها ما لها يعني ما لها الأساس المي قوي تقدر تقول أنه والله فعلا هذا الشيء هذا نقوص الوزن لا لعلاقة بالحساسية لكن هم يقولون لك مثلا القائمة هذه الحمرة هل فحص هذا عرفه يقول لك هذه القائمة مثلا الحليب البيض مثلا هذا في القائمة الحمرة فهل معناته أنه إذا أكلت بيض موكر رياكشن ما يعني أي شيء أنا يومي ناس عندهم القائمة أكلنا عندهم حمرة يقول والله دكتورة أنا أكل كلها تأكل لا ولسه لا أعرف كيف التست هذا شو حينا أوقف ولا ما أوقف يقول لي لا لا تصدق أمرك أو يقول لك مثلا هاي اللي لسه يقول خضرة بس أنا يوم أنا أكلها أنا أتحسس منها دائما تصدق أمرك لا تصدق التست بالذات لما يكون موضوع الحساسية طبعا في شيء آخر مثلا ما تقول والله أنا عندي سكر طبعا سكر عندي آلة بس أنا أشعر أنه ما عندي شيء ما أشعر أنه ما عندي سكر لا طبعا هذا الموضوع آخر هناك موقف دكتورة أنا شفت من أحد أفراد العائلة فمحمد عنده حساسية من المكسرات فأذكر هذا الموقف استوى قبل فترة يعني قبل كم من سن كمية بسيطة كانت في صحة أنا أعتقد ما أدري أن يحطيهم فيه فيه جزء بسيط يعني كان بسكوت وشيء المهم فيه يعني رشة رشة من هذا يعني كان المنظر مخيف وابتدى يتعب وكان يشتكي يقول مايروم يتنصخ فشو اللي يستوي دكتور هل فعلا أنا اللي عرفت أن عضلة اللسان أظن يتضعف المجرى التنفس هذا يبتدي يضيق شو اللي يستوي بالضبط يقول لك مايروم يتنفس مثلا يأتي الحساسية مايروم يتنفس شو الرياكشن اللي يستوي هنا هذا عبارة عن نفس الشيء الجسم متحسس من البروتين اللي فيه الفول السيداني البيناتس فمن يدخل الجسم يبتدي كل الجسم يتحفز فمن ضمن التحفز ماله يعني يبتدي يفرز إفرازات يبتدي الجسم ينتفخ في أماكن معينا بتحصل مثلا اللي يحج انتفخ القناة التنفسية صارت ضيقة لأنه انتفخت بالتالي نفس الهو البيب اللي مر فيه ما يمر وهذا اللي يستوي هنا وهذا من أصعب لها هذا قد الله حفظ ولدك يعني أو هذا إنه لو تمت الفترة طويلة قد ممكن تفقد الطفل أو تفقد الشخص تماما أذكر هذا محمد إبر أنتي هستامين أعتقد خذ تعطيهم أنتي هستامين وتعطيهم إبر يسمونه إبيبين الثاني عندي مثلا ناس ويدين على طول نعطيهم هذا اليوم كان مثلا واحد خذ دوا معين وما كان قادر يتنفس وما بقى أنا مشعار خذهم من الدوا هذا أو لا فقط سيولك تستكل اليوم أتأكد وهناك نظر متحس تدق في ريلك أعتقد أنت تفتح لأن هذا أكثر صعب شعور يعني كأن حد زغد لك سبحانه كأن حيالس يزغدك وإنت مقدر تنفس دكتور ماذا صحة المعلومة هناك معلومة أنا سمعت مثلا ليس على أتمث أو شيء حقيقي يقول لك في بعض الأحيان الأم الحامل يوم تمتنع عن نوع معين من الأطعمة قد يترتب علي هذا أن الجنين أو الطفل هذا اللي يطلع تكون عنده حساسية من هاي مثلا ام في فترة الحمل ما تاكل مكسرات ما تاكل مشتقات الالبان ما تاكل سمج يوم يطلع الجنين هذا تكون عنده حساسية لانه ما بنى مناعة او ما تعود عليه في فترة الى حد ما يعني وهذا صراحة سؤال صعب يعني الى حد ما شافوا انك انت كل ما تقدر تدخل الجسم مثل ما احنا كنا نتكلم قبل شوية لما قلنا والله خلي الياه يلعاب ويوسط نفسه تعرض الاشياء برعب ويتعرض الاشياء عساسية من الجسم عادي عنده وكذا يعني تقريبا يشابه يشابه هالشي هذا فذا انت مثلا كانت الامة تاكل وما تسوي كذا فانت ما عرضت الطفل لهذه الاشياء فالان احد المدارس اللي تقول لك والله اوكي خلي الام تاكل لان هذا الاكل في النهاية بيوصل الى بيت بيتكسر بيتوصل لبروتينز وكذا وهذه بيتعرض لها او بتوصل الى الجهاز المناعي الطفل عن طريق الحبل السري وبتالي بيبتدي الجهاز المناعي ما لا يتعرف عليه فهذه من احد النظريات اللي الان الناس يسوونها من ضمن الاخطاء الشاعر انه اني انا ابغي ان الاكل لها علاقة بحساسية الجلد نادرة يعني في مثلا نوع من الحجة اللي يطلع داخل اليلد انها انواع من الراش الليكزين ما زل اشاكه ما لها علاقة بموضوع الاكل الا في عشرة في المئة منهم وعند الاطفال فقط اما الكبار والله يتني حجة هذا نسميناه ارتكاري ونسميناه الشراء وغيره وكذا وطلعت لحبوه وكذا اعتقدنا من نوع من اي مناكلته لا فالغالب هذا ما يكون لها فالغالب لا فالغالب يكون عبارة عن تفاعل مناعي ذاتي الجسم هو اللي يسبب هذه علاجة يمكن هذا نقطة ثانية اللي لازم نتكلم فيها الآن اللي هي شو العلاجات اللي يديد في مجال المناءة الحساسية طبعا مع تطور الطب احنا اول مثلا كنا انت مثلا انت عندك حساسية بالتالي الجسم يفرز هستامين بعطيك مضاد هستامين الجسم يفرز اشياء التهابات بعطيك مضاد التهابات الجسم فيه بكتيريا بعطيك مضاد البكتيريا الآن ابتدر ندخل لا نقول لا الجسم يطلع مادة معينة هاي اللي تخلي الهستامين يطلع فهذه المادة البالوجية انا بعطيها علاج بيولوجي يسكر عليها قبل ما تدخل وبالتالي هذا العلاج الآن تسمونا الادوية البالوجية هي الادوية الحديثة اللي نستخدمها الآن في معظم الأمراض المناعية والحساسية في الثالث نستخدم في أمراض الصدر في أمراض الروماتزم في أمراض جهاز العصبي أمراض الجلدية في كل التخصصات ابتدي نستخدم الآلاج البيولوجي فالاللاج البيولوجي وأنا أروح للمادة البيولوجية اللي اطلع السوارف هاي كل Diamond واتطلع الهستامين وتطلع هذا أوقفه عن طريق ما طبعا تصنيع هذا معقد وكذا بس هذا هذا الشيء اللي هو أحدث شيء القسم الثاني من العلاج المناعي أنه الجسم بطبيعته عند الخلايا مثلا X, Y و Z هم اللي حاربون الكانسر مثلا فأنا بدلا ما أعطيك دولة علاج كيماوي طيح شعرك وجسمك وما تأكل وكذا لا أنا بقوّل خلايا هذين عن طريق محفزات وقلهم go get it روح خذل تيومر هذا روح خذل وهذا اللي أعلى سيصل الآن آخر صيحة اللي حصل في موضوع الكوفيد حصل في موضوع الكوفيد أن أنا أبغي أقاوم بروتين معين دخلي سواء بروتين أنا أنا متحسس مننا مثل ما قلنا السمسوم أو غيره أو بروتين الكوفيد الفيروس هذا اللي يعني فأو أعطيك فيروس يشبه مثلا فيروس الكوفيد أو فيروس الامفلونزا أو هذا وأقول للجسم أنا بعطيك واحد مثله بس شو ضعيف بحيث أنه ما بيسويلي مشكلة عشان بس أنشط الجهاز المناعي يشوفون أو هذا أوكي بنقضي عليه وبالتالي يكون أنا ممرئ أو وهذا اللي سيكون في موضوع الكوفيد أنه لا أنا قلت حق الجهاز الجيني عندي أبغي بروتين هذا بالضبط هذا الكود ما له لو سمحت يا دي ن اي سوي لي يأخذ يقول لك أوكي تم يسوي لك يا وتطلعه من دون ما تدخل في القصة لأنه يعطيك فيروس وأعطيك كده وهذا الاستوى وهذا النجاح في موضوع الكوفيد وساساً علاج الكوفيد الفكسين هذا كان يستخدمون الكانسر نجرد أن يغيروا قالوا أوكي أنا بقول حق الجين بعطيه الكود هذا هذا الكود اللي أنت بتقتل فيه الفيروس هذا الكود الآن يقولون اللي بتحارف فيه الحساسية هذا الكود اللي بتحارف فيه مرض الأم اس هذا الكود اللي بتحارف بيك هذا هذا أحدث العلاجات ولا أن تشوف نفس طريقة علاج الكوفيد اللي نستخدمني فيه يسموننا الرن اي هذا أو امرن اي أني أعطي كود حق حق الديناي يقول لأ ونروح سوي كيف كيف نحنا أساساً أوكي خلينا تقو باك يعني جسمنا أساساً مبني على شفرة معينة من الديناي من الحمض الجيني تسعة وتسعين في المية نحنا متشابهين البشر كلنا في 99% من الشفرة الجينية مالنا الفرق بين شكلي وشكلك وشكل جيمس اللي في المدري وين وشكل محمد وشارعها كله في الـ 1% هي اللي هي اللي مساوي الفروقات كاملة لكن 99% منها دا سين طيب هذه الشفرة الجينية مكتوب فيها أنه بدر بيطلع إلى شعر لونه كذا وبيطلع طولة كذا وبيطلع كذا كذا واحتمال مثلاً يكون عند السكر واحتمال يكون كذا هذا موجود بالشفرة الجينية بس ما تطلع كلها على وقت معين إذا بدر مثلاً سوى شيء مؤين تم يأكل زيادة وما حسب على وزنه قابلية السكر الجين هذا اللي كان موجود بيبتدي يبرز تمام إذا مثلاً واحد ما حافظ وراح مثلاً على أماكن فيها كيميكال وكذا القابلية اللي في الشفرة الجينية موانتاً يطلع عنده كانسر بتطلع لأن الانفايرومنت ساعدته على الشيء هذا طيب عشان يتحول من شفرة جينية إلى مرض أنت تحتاج هذا اللي يسمونه الارن اي يعني هذا يسمونه دين اي الشفرة مالتك عشان يتحول إلى مرض هذا لازم يأخذ مسج من عند دين اي يقول له يا ارن اي روح سوي لي مرض السكر روح سوي لي كذا فالذكاء في هذا الالاج اللي سوينا حق الكوفيد إن إحنا قلنا أوكي يا دين اي بس هذا الشفرة كيف تعالج كوفيد سوي لي عليه بروتين سوي لي كيف تعالج السكر فالآن بتشوف السخدمات كثيرة بتستوي عليه طبعا العلم هذا يحتاج إلى أيضا أنك تعرف في مضوع الجينات بس بعد يحتاج بذر أنك تعرف بغايد في مضوع البروغرامنج والآي تي وتطبيق الذكاء الاصطناعي وهذا بعض القصة ثانية حين في الارتفيشل انتليجنس دكتور أشوف الارقام اليوم من ناحية الارتفيشل انتليجنس أو الذكاء الاصطناعي في مجال الطب يقول لك الرقام محطوط يعني احتمال يوصل إلى 34 بليون دولار 34 مليار دولار بحلول 20-27 من استثمار في الارتفيشل انتليجنس أو الذكاء الاصطناعي في مجال الطب يوفا النوا هراري وايد ذكر هالموضوع هذا في كتابه اعتقد سيت والله أي كتاب كان بس من ضمن سيبيانز مو بسيبيانز اه الـ 20 لسنز من السنشري لسنز من السنشري اعتقد الاسم هذا ولكن ذكر من ضمن الأشياء اللي ذكرها عن الوظائف اللي بتختفي فهو وايد يعني سرد هالموضوع هذا ودخل في تفاصيله فذكر مثلا قال لك أن من ضمن الوظائف اللي هو يتوقع انها تختفي اللي هو الممارس العام جي بي سمونا هذا بيختفي البديل الماله بيكون اه اي اي روبوت هو اللي بيدخل وبيقول أنت عراضك واحد ثلاث ثلاث أنت في كذا أنت تحتاج كذا لكن في المقابل قال بيزيد الدماند وبيزيد الطلب على الدكاتر اللي يسوون الأبحاث المتعلقة ب ادوية يديدة المتعلقة ب شو يسمونا قالت فيما يتعلق باجراءات العمليات نفسها فهذا بيكون يعني له تأثير كبير في مجال في الحساسية شو غير الارتفشل انتليجنس في هذا الموضوع أعتقد الداتا اللي عندك الحين أكثر عن أي وقت مضى يعني شو غيره يعني شوف يمكن يمكن أرجعي للنقطة الأولى للسؤال الأول اللي أنت كنت سألتني عليه وكذا أعتقد يعني جزء من المحاور اللي كانت قوية في ملف موضف الابتكار كده أن مع مجموعة باحثين أنه طلعنا ببراءة اختراع لها علاقة بمرض الربو يعني بطريقة مبسطة تماما الداتا اللي كنت أكلمك عليها اللي هي مالة الجينات مالة المرضى لما تشوفها بالذات لما تشوف شو ممكن يعطيك الجينز مالتهم هي داتا كبيرة جدا وأنك انت تعرف وين النويز منها وين مجرد أن معلومات مهمة مقابل معلومات ما تكون مهمة لأن أنت يطلع عندك داتا كبيرة وماتريكس كبيرة فكيف تعرف أنه هذا الجين مهم يسبب حساسية وهذا الجين ما يسبب حساسية لأنه عندك كون جينات كثيرة جدا يعني يدخل الذكاء الاصطناعي فتسوي تدرس المعلومات هذه في شيء يسمونه انسيلكو يعني أنك انت يالس تدرس المعلومات هذه في الكمبيوتر بعدين تروح انسايتو تروح تشوفها في المختبر تتيب خلايا وتشوف الحساسية كيف عندهم مع الجينات هذه عقب تيربها على مرضى مالك فهذا اللي سويناه والكمبيوتر طلع عندنا هيتماب على منطقة حمرة تركزوا على الجينات هاي هاي اللي تسبب لكم ماذا هيتماب دكتور؟ هيتماب انك انت لما تروح تشوف يطللك الجينات اللي مرتفعة بيطلع لونها أحمر والجينات اللي نص ونص يطلع لونها بارتقالي والجينات الخفيفة بيطلع لونها أخضر فالهيتماب تقول لك هذي للحمراء هذي للجينات اللي يسببون الحساسية فقلنا لا يمكن الكمبيوتر غلطان رحنا يبدونا المرضى وتأكدنا وتأكدنا الكلام يسألوا الكمبيوتر طلع صح فسوينا فحص والفحص أخذنا عليه براءة اختراء وأعتقد هاي كانت ممكن من ضمن الأشياء يمكن نظره لا أعتقد في ملف في الابتكار نحن بدأنا نطبق الذكاء الاصطناعي فهذه من ضمن التطبيقات أنك أنت تدرس جينات الشخص تضعها في مجموعة كبيرة وتخلي الكمبيوتر تعلمه هو بيقول لك هذا مهم هذا مهم هذا مهم هذا مهم ثم يمكنني تسته فهذا هو طريق نحن جميل دكتور اليوم اليوم اعتقد كان فيه اجتماع مجلس الجينوم الذي يترأ اسمه شيخ خالد بن محمد بن زايد الله يحفظه ياخي يوم قريتها الخبر ياخي سعدني وايد هذا التوجه لأنه في وايد من الدول أو النظام الصحي بشكل عام من اللي أنا أشوفه يقول لك إنه أكثر من السيك كير من السيك كير في معظم الأنظمة هي رعاية المرضى ترى مبرعاية صحية فالذي يستوع أنه نحن في بلادنا حتى مع تغير اسم وزارة الصحة سوية وزارة الصحة ووقاية المجتمع وشفنا هالأمور الوقائية هاي ابتدت الحين تطلع في الصورة اليوم الجينوم مجلس الإمارات للجينوم حتى في الخبر أعتقد الاجتماع كان في أكسبوليوم شفت الأمور اللي نعرضت على سموه محاول رائع جدا فهي با يشوف مثل ما انتتفضلت الهيت مابس أنا ما كنت عارف انه فيه هيت مابس يعني مثل ما انتتفضلت حين ذكرت ولكن جميل أنا مثلا أشوف عند الشخص الفلاني مثلا هذا والله أنت عندك في الهيت ماب مالك والسكر عندك الجين هذا مرتفع فلازم تحاسب فتستوي إجراءات استباقية تستوي المشكلة وايد أفضل أن أخذ إجراءاتي وابتدرح المشكلة نعم بالضبط بالضبط نعم فلا بالعكس والله صراحة ها يعني موضوع أن نحن نتحول من رعاية المرضى إلى عناية صحية هذا أعتقد بيغير وايد من الأمور المشاكل التي نحن نشوفها اليوم أنت طبعا ما تنسى يعني مثل ما أنت ذكرت لولا حساسية الملف هذا ولولا أهمية أهمية أولا المعلومات الجينية لأي شعب هي من ضمن الأمن الوطني للشعب هذا أولية الدولة هذه لأنني كنت لا تعرف المعلومات الجينية قد يساء استخدامها أو يساء استخدامها وكذا في بعض الأشياء نشوفها في الأفلان يمكن في ألم جيمس بولز الذي كان يتكلم فيه عن أن واحد كان يوجه علاج جيني حق الناس معينين كذا ترى هذا ليس كل صحيحة المعلومات الجينية فكان يقولي والكلام هذا كان من عشر سنين أو فوق العشر سنين حين حدود عشر سنين كان يقولي نحن نبقى نسوي KPI حق وزارة الصحة أنه بكم نزلوا من مرضى إصابات السكر كم نزلوا من السمنة وأنا أعتقد أن هذا هو الطريق يجب أن يكون يعني اليوم لو كنت أماسك الملف الصحي صح نبقى نبقى لسا الآن بعالج كوفيد بعالج السكر بعالج كذا ولو أنا فعلا أفعل شيء صحيح وأعتقد أن الدولة بالذات متوجهة لعشان تغيره صارت وقاية المجتمع أن وزارة الصحة الآن هي وزارة المرض قاعدة تعالج الأمراض صحي هي تبقى تعالج تبقى تروح من صحيح صحيح فأنت تبقى تروح من الصحة من المرض إلى الصحة وجزء منها فهم الجين معنا صحيح لماذا يا أخي لما نعيش داخل الدولة هناك أمراضينا لماذا السكر منتشر عندنا لماذا منتشر أكثر مننا لماذا أمراض الركب عندنا تزيد ونحن نصلي ونقعد وننسي نسوي وكذا صحيح صد لماذا أمراض الكنسر زادت عندنا مثلاً ولكل مجتمع خصوصيته بس أنا أرد أن أقول أن البحث الإلمي لا يعمل على سايلو هناك أشياء وائد وائد مشتركة معني ممكن بتتجربة الكوفيد على رغم كل آلامها ومآسيها لكن من الأشياء الجميلة جمعت كل الدكاترا والباحثين في مكان واحد نتكلم عن مشاكل وكذا وننتواصل ونعرف بعض وهذا لأن دكتور متى ما استوى وصف واحد في وجهة واحد وكل ما اتفق على هذه الوجهة يبدأ الإبداع ويبدأ تشاهد أن تشاهد نتائج فعلاً تجني الثمار لأن الكل لديه نفس الوجهة فالحينا اليوم إذا لدينا موضوع الجينوم هذا لدينا موضوع وخارضة الطريق واضحة أنا أعتقد النتائج مع الوقت ستكون مبهرة بإذن الله بإذن الله أنا متفاعل لأن هناك من قيادة الدولة والقيادات القادمة مثل سمشيخ خالد بن مهم المزايد أن على أهمية يعني واحد بمنصب سموة وانشغالة وكذا لا يمسك الملف هذا إلا لأن مهم جداً أهمية نعم دكتور دائماً يعجبني تبسيطك للمعلومات عادتاً ربعنا الدكاترة أعطونا مصطلحات نحن اللي مبدارسين الطب نستصعبها وما نفهم الأمر لكن ما شاء الله دائماً عندك سلوبك الشيق ودائماً ما أستمتع في السؤال فيياك حتى وإن كانت طبية ودسمة شوية ولكن تسهل الموضوع وتفهمنا كلنا نحن دكتور شكراً لك شكراً على وقتك استمتعنا وايد أنا استمتع سرعة أنا ما يعني ما حسيت أن هذا بودكاست أنا قدت أسوله فيه واحد بربيعي الله يحفظك نفس الطريقة طبعاً أشكركم أشكر السيتاب أشكر السيد المحمد مكان مريح سلوبك مريح الله يحفظك ورق العلب كان ممتاز صريف جداً أعتقد وسهل ألي أعتقد تخلى صوت أوضع يمكن الله يحفظ والشاهي بعد شكراً الله يسلم الله صلى الله عليه وسلم شكراً